إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته لكنتم من الخاسرين فلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين فإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهدين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكن نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قثت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلط الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأدائك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون فإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أثارا تفادوهم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمدون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الكدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل أن ينزل الله من فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر